هلسه نكمل كلامنا في الرياضة وحنكمل كلامنا أكتر عن الأحداث اللي بتحصل المبارح الرياضية وكمان الأحداث اللي هتحصل النهاردة معنا. خلينا نكمل حديث ونشوف المباريات اللي موجودة معنا في دوري أبطال أوروبا. سواء المباراتين اللي تلعبوا مبارح السيتي مع لايبزيج ولا انتر مع بارتو. نشوفنا مبارح مباراتين مختلفتين. بنتائج كانت غريبة جداً ومفاجئة جداً. حقيقة جداً. كمان سيكون لنا حديث عن موجودة النهاردة اللي هتكون محطة أنظار الجميع مباراة ليفربول ضد ريال مدريد. هل في فرصة وأمل لفريق نجمنا محمد صلاح في تحقيق المعجزة والتأهل من ملعب سينتياجو بنابيو ولا الكلام ده الصعب؟ كمان سيكون لنا أيضاً كلام عن كأس العالم للأندية بنظامه الجديد فرص الأندية المصرية في المنافسات الإفريقية في إطار هذا الأمر. خلال راحة بضيفنا الأستاذ محمد عباس الناقض الرياضي اللي بنور النهاردة في الساديو صباح الخير. مساء أهلا بك أستاذ محمد. صباح خير مصطفى وصباح خير محمد عليك. دلوقتي خليلين نبتدي كده محلياً وبعدين نشوف حظوظنا أهلي وزمالك. هنعمل إيه اللي ممكن يحصل في دور أبطال أفريقيا الفترة الجاية. يمكن الزمالك كالعادة بيزنق نفسه وكالعادة لعبته مش مديه فرصة أنه هو يتنفس في الفترة الأخيرة. مش عارفة إيه اللي بيحسك الأهلي وبعد النتيجة اللي هو عملها ما هواش موفق قوي. وبقيت نتيجته في أقدام الآخرين مستنيين نشوف النتيجة اللي حتحصل الهلال وسندوز هعملوا إيه وبعدها ننفذ في إيه علشان نوصل لنتاج إيه المرة دي معاملين كده ليه نتاجنا مش معانا ليه. الفيبيتين هم اللي عطوا نفسهم في كده يعني خليهم متفقين أن الفيبيتين كان عندهم يحطوا نفسهم في حتة أحسن وموضوع ما كانش صعب أو كده في الأول وبعدين هم اللي حطوا نفسهم في كده فرصة الزمالك شوية أحسن أن أنت فرصة في رجلكي مش مستنيها حاجة من الحظ. بس حالة الزمالك تقلق الجمهور بتاعته في نفس القلق بتاع جمهور الأهلي. أنت مستني حد تاني وجمهور الزمالك مستني لعيبتي تعمل معجزة ترجعة تانية. مستني محاكتين لازم تكسب ومستني حاجة. أنا لازم أكسب ولكن الأهلي هيكسب. إن شاء الله. لهم الكاميروني ستة بونت بتوقعه لأي حد في المجموعة بيتروح وآخر ماتش هيكون هنا الضغط بتاع جميل الأهلي وعمل عبي ولازم أكسب. سواء الزمالك قدام المريخ أو الأهلي قدام الهلال هم اللعب. المشكلة كلها في الماتش الجاي. يعني إحنا يوم الجمعة السبت جداً خلص الموضوع. الزمالك يكسب بلوز ده دي خش الموضوع خرص. هيبقى قريب جداً. الأهلي مستني يكسب قوي يتعادل. يتعادل دي حسب نتيجة الماتش اللي هيكون قابليه بكام ساعة. الترجي والمريخ. لو مريخ عطر الترجي هيخلي الترجي محتاج أخ ماتش ياخد بوينتس من بلوز داد. فهيكون الموضوع برضو لطيف بالنسبة لنا يتعادل. إنما لو الترجي. نتكلمين عندنا على الأقل متنفسين. الترجي كس المريخ لا خلص. هو متنفس واحد والموضوع هيبة خلص. يعني الترجي أقرب إنه خلص قدام مريخ. هو رايح نفسه. الزمالك هيكون ماتش صعب بلوز داد. ماتش صعب جدا. عشان حالة الفريق. ثقة غيبة. اللعيبة كلها مش فائقة. موضوع صعب جدا. الأهلي موضوع بالنسبة ما عافش شايفه موضوع ممكن يكون أسهل شوية. رغم من الهزيمة كانت قوية جدا. يعني على الورق العكس. الورق صعب ومستني حاجة من حد وكل حاجة. بس سانداونز مش الفريق. اللي عمده ثقافة حتى أنه يريح لعبته أو يلعب لعبة مش لعبه. لا. ما بيلعبش لعبته جاري أصلا. سانداونز فريق بينزل ينبسط. وبيلعب كرة. طول الفترة اللي فاتيت شايفينه وكده. حتى هون بياخدش الشامبيونز. هوا بيبقى دايما بيستمتع. فهينزل يستمتع. فهينزل يستمتع قدام الهلال. فهينزل يستمتع قدام الهلال. فهينزل يمتع جمهور. يعني بعيدا أن هو نتائجه مع الفريق مصرية مع مق hanging. حتى همزل عبتها نتيجة. فهينزل يلعب كرة قدام الهلال. معترقدي شهيل سهل يطلع بمكسي. وبالهلال حالته كويسة جدا. حتى في كاس الأول الحال في البطول العربية. من بعضها الحال العربية. بесьهول كبير كاسرة تلاتة. بس الهلال الفريق صعب. الذي حالته يستاهل. على مقهام دايما يستاهل. أسمعها مع ذلك. مبروك. ولكن مقتنع بالزداد. هو اه ماتش اه وفريجل انا مش مستاني حاجة من حد وكل حاجة بس لزي مالك الحالة الصعبة جدا فكرة مش مشكورة مش احنا بنكلمش هنا تاكتكس وفنيات ولا خالص هي موضوع 50% اصلا نفسي ثقة اللعيبة مش واخد الثقة دي حتى الثقة الليما جابوها بينهم من جمهورهم ماتش تراجي بيرجعوا تاني يخسروها لما بيخسروهم الانبي فالموضوع بيبقى اصعب تاني محتاج جزبت اليو يو سيا ثقافة اليو يو موجودة انت مش وقف عميجلة خالص وحطت كل الموسم دي بتبقى مشكلة كبيرة يا ابن انت حطتت الموسم كله في ماتش واحد كل اللي فات واللي جاي وكل حاجة ايه عن ماتش ده يوم الجمعة لعيبت الزمالك بتلعب على السيزن بتلعب رهانة على السيزن كله كسبت الجمهور معاك بقى وهيسام حاجة لا حاجة دفلش الجامد قوي لوحده اه يعني بص انت تلعب سيزن كله على ماتش دي صعب يا ابن صعب صعب جدا انت حتى الحملة على اللعيب نفسها مش هتدي اللي عنده كله طب فش كل الناس عندها الشخصية ان انا بان في ماتش ده طيب مزاي تبيع تتأهو المانشستر سيتي على حساب بين فكه مانشستر سيتي على ليبزر مانشستر سيتي مبارح حفلة سبعة صفحة حفلة فاجل هالند ده اصفع واحد يوصل لتلاتين وثلات تلاتين جون في اخر ماتش اكتشفنا الاول عملنا حفلة ان هالند وصل لتلاتين جون في خمسة وعشرين ماتش سريعة جدا مش هفية اكتشفنا بعد الماتش نوصل لتلاتة وثلاتين جون يعني الموضوع سهل لانه ديها تلاتة وخمسين او تبقى وخمسين هالند جايب خمسة جون فموضوع سهل جدا اه مبارح فيه فيه حاجات عفية كان الناس ما خذيتش بالها منها يمكن احنا الناس اللي بتتكلم في الكرة شوية هيكونوا شافوها مبارح ان مثلا الحكم في اول الماتش الموضوع كان صعب شوية من الحكم ضرب الجزاء يعني مجانية شوية للسيتي وبعدين فيه طرد غريب جدا لإدرسون الجول بتاع سيتي بس الحاجات دي ما تخليكش تتغير بسبعة ودي شخصية فريق كبير دا يخدنا الماتشاط التانية حتى لو استعلى الموضوع دا شخصية فريق كبير الحكم ممكن مجيش معاك في قرار ممكن متمشيش معاك في واحدة تيجي في العرضة انا لو كبير هكمل بنفس اللي بعمله النمر برح قرار او اتنين لمصلحة السيتي اللي بزيج اتهز خلاص خلاص بقى خلاص والتانين ما منفعش تهز قدامهم ديئة يعني السيتي دا لو غلطت دي الخمس تجوان لو حد واخد باله ان هالند مفيش اسيست مباشر لي بعيدا عن ضربة الجزائل لو بعض تجوان التانين مفيش كورة أنا بديها لها هالند قدام الجون يجيبه لا هو راجل واقف في مكان صح ومستنيك تغلط اغلط بقى اغلط جدع يغلط هو هيجيب جون واثنين من ثلاثة واربعة وعادي جدا هو دايما جاهز والسيتي بفريق لو زهيئت قدامه ديئة هتغلط مراتين ثلاثة في الديئة دي وهيعقبك بجون واثنين في الديئة دي هو بيلعب هو يفضل يباس طبعا اسلوب جورديولا يعني الشهير حتى مع برسلونة هو يفضل عندك ومقدم الملعب 30 متر من ورا ورايح عليك وباس وشوطة وباس وشوطة وعرضياته هيفضل معاك انت هتزهر هتيجي في وقت لعبتك هتفكي التركيز واحد في المياه هتسيب مربع فاضي ثانية خلاص هو ده لقعة وده منطقة هالد اللي كان بيلعب عليها هو واقف دائما في مكان الصح ومستني بقى فيه طبعا اسطوات ورا يعني الناس بباح طبعا هلن داخد الكريز يعني هلن واحد جاب خمس تجوان في الشام من زليج ما لازم يعني حتى جال الصحف انجليزيا يعني بتتكلم عنه انه هفضل موضوع شعب من بيكلمش على سيتي هو بيتكلموا على هالد ولكن نط تنخيطة رهيبة عدى صلاح عدى امبابي بقى هداف البطول عشرة جوان عشرة جوان عشرة جوان بفارق محترم اكتر واحد جاب جوان السنة دي في أوروبا كلها بس هو كسر كل ارقام يعني كلامنا على الارقام كسر صغير قوي صغير جدا وملحقش رسل العب كتير والسيزون ده اصلا نفسه يعني هو في سيزون واحد بس كسر ارقام كتير نفس اللي عمله ابننا محمد صلاح اللي واندر سيزون أول عليه في الأول انه في سيزون واحد بتكسر كل حاجة بس هلند كسر بزيادة شوية بس هواشا معناس جامداوي يعني انبارح واحد من اهم اللي عابة في مواتش مش هلند بس الناس طبعا مش هتشوف غير هلند بس كيفين دي براون مرحب الرجل ده كل هجمة للسيتي هو ده السبب فيه كيفين دي براون بس طبعا الناس بتبص على اللي جاب الخمس تجوان فالسيتي انبارح اهل انا جاي يعني مراضي انا منافس بجد ودي تفرق كتب اول لان كل السيين اللي فاتت السيتي كان تحس ان في حاجة غلط السيزون ده في الشامبيونز لأ هو يعني انبارح ته مطش مناسب جدا ان يقول انا قوي بذات نوعا كان قدام لابزيج صحيح لابزيج ده فيه قوي يعني مش فهي مش فهي ضعيف خلص يعني فالدور الالماني فهي قوي ولكن خلاص قدام السيتي طب ازاي يعني شايف الموسم اللي بيقدمه هلاند مع السيتي هل هو بالفعل مكنية اهداف لا تتوقف هل هو بالفعل حيقدر يحقق لو عايزه في الموسم فيه اراء لما بتقولها الناس بت يعني بتهجمك جدا او فيه اراء لما بتكون مقتنعة بيها الناس ببصرك باستغرب شوية عمش شايف ان هلاند احسن مهاجم مثلا جي في تاريخ او هو احسن مهاجم للوقتي او في الحالة اللي هو فيها دي هو مش احسن مهاجم وانا بميل اكتر مثلا لنوازل كريم بنزيم بس هلاند راجل جاهز جدا جاهز بشكل قالي جدا مش بالشكل ادمي يعني هو هو 100% جاهز بدنيا جاهز وفي الملعب مركز 100% 90 دقيقة هو دايما موجود الفكرة دي اصلا فكرة غير ادمية الفكرة اللي كان بيعملها كريستيانو ومسي مع باشلون ورية مدري ازاي العيب كل السنين دي كل دقيقة في الملعب هو واقف على رجله ومركز هو مش مشكلة يكون هو عنده الحاجة اللي اعلى من باقيين بس هو ازاي هو بيعمل نفس الحاجة طول وقت بيستخدم مهاراته طول وقت هو ما بفيش دقيقة بيسبح هلاند عنده دي هو مش ادمي يعني موضوع زاي 90 دقيقة انت موجود في الملعب بدنيا نتققهم من نفسينك طبعا طوله مديله طبعا جدا وعنده امكانيات بس هو كمان مركز 90 دقيقة 100 في المية تركيز كل ما تشاط ده شيء ما بيحصلش كتير في الكرة ايوان امبابي نفسه يعني وكلم عن كالين امبابي نفسه فيها وقت امبابي لعيب كرة بيزهق مسلا ما تعجبوش الكرة دي يفكر التركيز شوية عايز يبقص مسلا واحد ده مسلا لكن هلاند فارق بالتركيز فارق بالفوآن 100 في المية ممكن يكون سهل بعد ارباعه مسلا هو مركز في الجنل الخامس هو واقف صحب مستنيها ترد هنا يعني دي مش كل المهاجمين او بتتكرر قليل قوي في طريق كرة طيب جورديولا عنده سياسة كده تدوير انو بياخد اللعيبة ويبتدي يتصرف بطاريته مبارح قولنا حنشوف رياض محرز ملقيناه فين ماذا حدث جورديولا بص في اثنين لعيبة دائما عند لعيب او اثنين ثلاثة بالكتب اوي هما دول ضمني اما كده الباقي كله غير حب ساموه مع في الستي هو كيفين دي بروني هالند عشان الحائلة تكبره وكان ممكن يغيره بقى الفرارز على بس ثاني هالند بيكبره ولكده انما دي بروني مجاب جون بردو دي بروني دي بروني ده شايفه بيعمل ايه هو جورديولا في الملعب هو مدارب في الملعب دي بروني هالند والجول كيبر غير كده والفترة الاخيرة احسن لعيب في السيتي الفترات الاخيرة كلها ومش واخد حقه الالمي عشان هو رجل عجانب الدفاع يعني اكي المدافع الهولندي بتاعهم ده ده منو سيزن بعد هالند في السيتي التالي تلعبه دول بقين كلهم محدش دوم احنا خلاص حفظنا جورديولا لاني بينادو سيلفا ده لعيب ده جورديولا دي خلاص يعني دي كونس بتاعته احنا خلاص تعودنا جورديولا ده بيلعب على مهاراته هو كمدير للمباراة من وجهة نظره جورديولا عنده برضو شوية يعني انا 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 لسيء مش هم اللسيء يعني يعني مايحرز جامد او طب هاعدولك وابيك وانا انا هكسب بحس الموضوع يعني هو ناس كدي بحس صعبة او فاجت بيجيب ثلاثة وان كل ماتش يعني جايب خمس في الماتشاط اكتر من هاتفك في سيزون واحدة ده بقم هو ما يتصدقش اصلا يعني انت من فاش تسترابي كتيف يجون كتيف طب هل سيتي حيقدر يكمل في سراع المنافسة مع أرسنل على لقب الدور الإنجليزي حل حيقدر يكمل في المنافسة على دور الأفر حاجة تريح الأرسنل ان السيتي يكمل في المنزل لو سألت جورديولا او سألت اي مشجع بيحب السيتي بس مش مشجع السيتي هيقولك اخذ الشامبيونز ونأخذ الدور هم بيأخذ الدور زي كل اثنين وخميس يعني السنين اللي فاتت بس عندهم مشكلة مع المنزل وجابين جورديولا والصفقات كل سيزن علشان نأخذ الشامبيونز بقى المشروع ده الخلاص ده لها الترجي بتاعه هاخد الشامبيونز ليج الأرسنل ما عنده اش حاجة تانية حتى اليوروبا ليج مش مشكلة الدور يرجع بعد 2004 يعني انت بتحكي في 20 سنة الأرسنل هدف الدور فمصلحة الأرسنل الوحيدة ان السيتي التركيز كله على الشامبيونز يعني لو فيه متشنين هو مرشح الأجهز مش مش الأول بس الأجهز لأن الأول احنا عارفين تشامبيونز ليج ده بطولة مين في فريق كده بيع فيه اخد تشامبيونز ليج كل سنة مرشح الأجهز بعد خلينا نعدي بسرعة عشان نفضلين خمس دقيقة وعلي نتكلم عن الحياة كتير قوي انتر وبرتو اللي حصل مبارح وعشان نلحق بقى انتر وانتر ميلان عمل عمل ميلان نسبوها اللي فات قدام توتنام انتر عمل مبارح تاني مع بورتو الأجلي فوتبول كرة قدم الدفاعية الإيطالية جميلة اللي احببها شخصية يعني وقدر يقفل على بورتو بورتو معمل هجمات خطيرة غير في آخر من موضوع دي كور أنا عوض الهزيمة ولا الموضوع الصعب ونظر بس صعب انت او انت بتقدم قلت المعجزة الموضوع صعب جدا صعب على أسباب كتير يعني خلينا قلهم هما ثلاث أسباب واضحين جدا حالة ليفربول هو مش جاهز أصلا وحالة ريا مدريد فارق ما بيتغربش عملعبه سكور مش دال عادي بتاع في الحاجة والحاجة الثالثة ان النتيجة دي اصلا ما بيترجعش منها كل موسم صعب قوي النتيجة كبيرة على ملعبي الفرق كبير قوي عشان الناس بتشبه يعني الموضوع الفرق كبير ما بين ليفربول اللي رجع في النتيجة قدام برسلونا قبل كده والليفربول اللي هيلعب النهار ده مالعب هو مالعب ساعتها وكانش معها صلاح بس ساعتها كان فيه فريق كامل مسدق في ده دلوقتي مش موجود الفريق ده فيه غياب ثقة نفس اللي قلناها على فكرة الزمالك الفريق نفسه مش مسدق فنفسه عنده مشاكل وبيعي مدريد اجهز او الرجل الخبير اللي بيضاب ببيعي مدريد ده ما يخليكش ترجع عليه في نتيجة خمسة اتنين صعبة جد انشلوتي دي بطلته دي ماتشاته النهارده لان الماتش التاني محصوم مرة تانية بنرحب بضيفنا ناقد محمد عباس والحديث مستمر على مباراة ليفر بول كنا بنتكلم هل نجمنا محمد صلاح هيقدر يعوض الخسارة ولا ده صعب بنظريا بسألك هل ده يعني ممكن هل انت معتقد شايف مستقبل في النادي بشكل عم اعمل ازاي مستقبل تهز جد يورجن كلوب كان واحد من اكتر الناس اللي ضمن مكانها في العالم كله من سنة بالزبط لو سألتك على يورجن كلوب هو ضمن مكانه جدا صاحب المشروع ومكمل قائز كان عادة يورجن كلوب في تجربته مع مينز مع بروسر دورتموند اتكرار التاني السنة السبعة عنده مشكلة والسنة دي برغم ان هو دعم اه عنده مشكلة في شكل التدعيم قريدي في اول موسم يعني ما دعمش وسط الملعب انما مع الوقت احنا اتشفنا ان هي السنة السبعة لعنت السنة السبعة الكرار التاني عنده مشكلة كبيرة في الدوري الحالة مش احسن حاجة ومن هو قرب جدا يعني احنا كل الناس اللي بتتكلم في الكورة افتكرت ان ماكسب منشستر سبعة صفر انا بكسب منشستر خلاص بقى يعني انت المفروض ترجع بقى فيه موضوع بيرجعك للموسم انما رجل خزنة جدا المطشل اللي بعديها هو بيتغلب من بون موضوع صعب جدا يعني انت فعلا مهتز جدا يورجين كلوب نفسه ثقته المشروع اللي بناه رغم ان هوا دلوقتي احنا شايفين نونز و جاكبو الناس بتتشتغل مع صلاحه قدام والفريق كان كويس وقفع رجله حتى في اول عشر دايما عريمه مال ايه اللي حصل تحس ان خلاص الشغف بيخلص معنى الراجل دا ايه هو مشكلة عند يورجين كلوب انا مش شايف انا مشكلة عند العيبة في مشكلة عند يورجين كلوب القائد بتاع القصة هو صاحب مشروع يورجين كلوب دا بيتكلم دايما حتى هو بكلامه فيه باشنك هو الراجل بيتكلم ان هو شاعر جدا هو زي جورديولا هو صاحب مبدأ صاحب نظرية فالعيبة بتحبه جدا لما واحد زي دا يفقد الشغف او مشكلة عنده هو كل حاجة بتبعع الفريق بيبوز بيفور اخلاص فرطت ايه فرطت جدا من السنة دا ماتش النهاردة لو اعملوها دا مش يرجعوا لموسم بقى دا يعني مفوض ياخدوا البطولة معاجزة الكرة القدم بيحصل فيها معاجزات بتحصل كتير سعب باشلونة وقلنا الموضوع معاجزة وروما لما راجعت قدام باشلونة معاجزة بسئولتلك النهاردة بمشكلة ان انت بتلعب انشلوتي مش بتلعب براي مدريد بثقافته وتقاليده لأ بتلعب انشلوتي انشلوتي خبير في التشامبيينزلي الراجل دا بياخد اللقب بسهولة جدا وبيعب في لعب المتشادي وراجل ايطالي احنا شوفنا براحة طاليان عملو ايه يعني راجل ايطالي وهيعب في لعب المتشادي اه راجل مدريد مش بيدافع بس لو مش عايز يخش فيها ثلاث تجوان موضوع صعب جدا انا يخش فيها ثلاث تجوان ومن فريق اصلا عنده مشكلة بس كل دا هيتلغي لو ليبربول في اول ربع ساعة جاب جون اقعب بقى هنا ماتش ممكن يتلغي جون واحد في اول ربع ساعة يقلب دل هيقول يورجين كلوب متهقلي يعني انا 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 مكان يورجين كلوب او اي حد مكان يورجين كلوب اصلا هيكلم مع اللعيبة انسوا اي حاجة انا مش عايز يخش فيها جون واجيب جون في اول ربع ساعة اهز ثقة الجماهير جماهير مدريد او جماهير الاسبانية عامتا هي جماهير لطيفة جماهير الكراسي الناس ما بتشجعش زي الطاليان مسلا وما بيقوموش يولعوا الملعب فجامير هادية شوال واثقة فريقة نتيجة كويسة اللعيبة نفسها واثقة اللعيبة في اول ربع مدريد مش اللعيبة النرف عندها عالي فلما جيب جون فاول ربع ساعة انا هديت الثقة دي كلها الا فينسيس الا فينسيس ده اهجل ده اهجل ده اهجل ده اهجل ده اهجل ده اهجل ممتع جدا فنيس ده اهجل ممتع جدا بسرح بس صحيح حتى فنيس او معندهم شي يعني لما يخش في مدريد ما انا فش ليقو نفسهم بسرعة الموضوع هايبقى صعب جدا الفكرة ان انا جاي في مدريد الله انت دايما محتاجة تزباعي الشك في الفريع اللي بتتعبيه في المتشارة الكبيرة اللذيذي لو جبتوا جون في أوروبا ساعة هزف على الشك. أنا هخلي باما دي دي يسأل نفسه. وأنا ممكن أفجع. هنا هبتني نلعبها. بس هو يوغن كلوب لو ما جابش جون في أوروبا ساعة تلت صعب كتير. الموضوع هيكون صعب جدا. أعفني مستوى. رجز كاب يقول أنه طريقة لعبنا هتكون قائمة على أن إحنا هنهاجم من أول دقيقة. عارفها بقى المسترحات أو التصريحات بتاعة المؤتمرات الصحفية اللي بتتقال دي. لازم نلعب من أول دقيقة مش هنهاجم مش هنستنى الليفربول يقرب مننا حنبتدي الهجوم على طول فيه سيستم محدود. دي استقافة أنشراتي أصلا يعني هو راجل يلعب كرة طبعا مش هو مش هيدافع من الأول. هو راجل أنا بقول له مصطفى لو عايزي دافع هياه يعفع في قفلها كويس. بس هو مول ما يدفعش. وعنشراتي أصلا هلعب كرة. أنا هنزل عب كرة إيه اللي خليني أصلا ننزل خايف أو ألان. ماذا كي أقول لك هو الليفربول اللي محتاج يصدر القلق اللي بايمد فيد إنما دايمد فيد نزل يلعب يلعب كرة. كمين بنزيمة لعيب يلعب كرة. مودبيتش. أنا عندي كمية لعيبة كرة قوي. مش لعيبة بدنان عالية أو. لا هي لعبة كرة أصلا. فهما لازم يلعب 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 كرة أصلا. وراجل نفسه عنشلوتي بيشير من علمهم الضغوط. وراجل في كله مش تصريح دا بس. هو عاصل راجل منهجه إنه هو بيشير الضغوط من العيبة. بنزيله مبسطه يلعب كرة. هو نفسه بيحب يلعب يلعب كرة. يعني بشكل عام لو رحل يورجين كلوب. ليفربول هيبقى بنفس بناءه. بنفس ترتيبه اللي احنا متعودين عليه. أعتقد إنه هو فريق في النهاية. يعني إحنا متابعينه عشان صلاح فيهم الناس كتير. هو فريق كبير. من قبله هم صلاحه فريق كبير طبعا. وأكثر فريق واخد ألقاب في البريمير ليج قبل ما فريمكسون يحصلهم يعني. بس طبعا آه مصريين من شكل الله أصد كله هتم بصلاح. وصلاح عمل حالة في الفرقة. وهي الحالة مكادش صلاح بس. يعني حظنا حلو إن ابننا اتواجد في الحالة دي. بس كتت صلاح ويورجين كلوب. واضاف ليون فان دايك. هي بقت حالة كلهم. وابتدى الموضوع يفرط لما ما نميشي. يورجين كلوب اتهز. أكيد دا يقصب على ابننا. يعني أكيد دا يقصب على صلاح. لأن كل الناس اللي حوالي اللي كانت مساعداني. أنا مش بقى لعب تنس. أنا بقى لعب كون القادر. بس لو يورجين كلوب ماشي. حسب بقى المشروع. حسب الملاك النادي. هيدعقدوا مع ميني. راجل تاني عنده مشروع تاني. يعني الناس كلها قالت بها مدريد هيقع بعد زيداني. مصري. وجود كالله أنشلوتي. خلى مدريد ياخد داريو تشاميز ليك السنة الفن. لأن كارلو أنشلوتي. السيتي والله طب مشروع بتاني يتهز الثقة فيه. لأ هنجيب جارديولا. نكمل. بارميني. طبعا هم مكلمنش عليه أصلا دقاني. دا فريق آه كل ما همشي مدريد فني. بس بي عندهم مشروع وعندهم فيجين. عندهم رؤية لمستقبل. فبيجيبهم مدريد فني زي ناجل زمان مسلا. الرجل السنة دي في الشامبيونز يعني عامل حاجات تتخذ عبالية. فبيكمل بارميني. فأنت حسب ليفر بول الملاج بتوقع ويتعاملوا معاه أنه في رؤية مستقبلية. ماذا لا يحسب بعد يورن كلوب. لأن العيبة؟ لا موجود العيبة. يعني موجود 7-8 العيبة مثلا يخلوه فريق كلاس اي. بس هل هم هيحافظوا الليبة ويجيبوا حد عنده مشروع ويدعموه ب 2-3 كمان. ولا مضاعي الفرطاني. ولا هو قادر يدرهم ولا لا. ويورن كلوب ممكن يرجع. ممكن يرجع في الموسر. فكرة أنه هو يرجع النهار ديام ممتش كويس. مش لازم يكسر بس يعني ممتش كويس يعني. والنتيجة كويسة. ويخرج باحترام يعني ديامان في الكرة كده. ما تخرجش وانت رم منديل يعني. يخرج وانت بشكل محترم. وكمل ووصل لتشام بينزليك في الدوري. ممكن ياخد سنة تمنة. لأنه هو بصيده مع الإدارة ومع جامهير ليفر بول تكمل. وابننا محتاج ده. يعني صلاح محتاج أنه ما يندمش على قرار أنه مقدد. المركة والصحف الأسبانية سابت دنيا كلها وكلامها كله على صلاح. مستنين المباراة النهاردة ويشوفوا إيه اللي حيحصل مع صلاح. بيقولوا أن الفريق بسبب مشكلة لصلاح أنه لم يتغلب عليه ولا مرة. كان بقى من أيام ما كان معاهم في روما وبعدين. ودلوقتي في ليفر بول تقابلوا ست مرات. خمس مرات الفرق هي اللي اتهزمت. وحصلت عدل برة. هل هتفضل على طول بشرون عملة عقدة. وهتوقف لنا التقدم. الغرض مش من عند ابننا. بدنا ما بيغلطش. بدنا زال فل. لا هو حظه يحش. في مرة فيهم بيلعب مع روما. مش رحسن حالة ما يكسبش بقى مدريد. المفادة التانية. ريال مدريد عفض. يتصف الديق عشين. والله يتصف أول مراتش. يعني ما يلحقش يلعب. مرة التالتة. لا ليفر بول بيكسب مرة. وبعد كده المرة دي. مع صلاح عمل أول عشين ديها تريخيين يعني. يعني مراجل مواجب جون وأسست. والدنيا لطيفة جدا. بس الفريق. هو أنا مش بارب واحتي. لسه بقول مصطفى ده مش تنس. صحيح. فالفريق مش أحسن حال. يمكن يكون الحل أن صلاح يبحث لهم بقى. يعني يلعب معهم بقى. يلعب الناحة تانية من فنيسيس. مطروح. هم مفيش فهيء في العالم ما يتمنيش محمد صلاح. بس خلينا. المصريين بيحبوش باردو يدو الوضع قوي لنجموهم يعني. لا إحنا لازم نفهم إن عندنا واحد من أهم خمس ستة لعيبة في العالم. بالزبط يعني. فأكيد هم نفسهم يتمنيوا. ده هو اللي ممكن يكون مش عايز. ري مديد و باشلونة. وفيه تقريب أسبانية كتير. قالت مباشلونة بالذات كان بيفكر في صلاح كتير. صح. ومنطق النباية المدريد أصلا أنا شايفي. يعني أنت بحتاج أصلا جناح في الحتة. يعني فينيسيس وبنزيما وملعب معهوك شوية طبعا دي. لأن النحة التانية دي ما فيهاش حد. صلاح بقى وياخد تشامبيونز وبالندور ويبطل يعني. خلينا نشوف اللي جاي. كلنا يتمنى طبعا توفيلي بنا محمد صلاح. هو في النهاية واجه المصر المصري ومن أهم لعيب العالم. وشكرا لك أستاذ محمد. أستاذ محمد عبدالله. شكرا جزيلا لك نورتنا. وحللت معنا كل ما يعني جاء في الأخبار هذا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا.